أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يعز من انكسر بين ايديه وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره عشان كذا في حدث القادة الله عز وجل القدسي وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض أطبقت السماع على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجة الجبال تذككت والمباني طاحت وسقطت وهذا العبد ما جاء شيء وعزتي وجلالي تكملت الأثر ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى موكليلي وراح للشيخ عادل ورسائل والشيخ ما تردون من تحولني عليه وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء الدليل الشاهد هل هذا القرآن هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله أبدا والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنك كذا مرة يا شيخ لا بد أن نفهم المثال هذا شيخ عادل أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان أصبعي وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنتي بي والله ما أخيبك وهي نملة وهي نملة فجاءوا أربع أربعين نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك والنمل هذا اللي يحمي توعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك هل بتثبت النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون يقربون والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصح فعشان الله يقتبر من الله المثال الأعلى إيمانك أنت ما يخلي المصائب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن فتخلي النمل هذا اللي يقربون وتشوف وهم تروح هذه النملة أنت الآن هي صادقة بك يا سلام هي صادقة ودلا أما قضية قدرتك على هذه النمل الأربعين هذه أصلا ما تحتاج نقاش لأنك أنت تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت الأمر عندك هين وهو علي هين لله المثال الأعلى سبحانه فعشان تكتبر الآن إيمان هذه النملة خلي هذا اللي يقربون عشان كده الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعلوا النار طفاها الله عز جل لا أشعلوا النار يقربون ثم مسكوا إبراهيم يقربون إيمان ما تزعزع ثم ربطوه وكبلوه وضعوا في منجنيق ويشوف النار قدامه الآن يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن ألقي في النار وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورتها عليه السلام ستمائة جناح تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق تخيل يجيك واحد بهالعظمة ويقال ألك من حاجة يا إبراهيم تبغى بطرف جناح أطف فيهم هم ونارهم هو أجتث سبع قرى لقوم لوط اجتثها فجعلنا عليها بطرف جناح من ستمائة يعني ما هو بخمثمئة وتسع وتسعين شاغرة خمثمئة وتسع وتسعين وبعد يعني طرف جناح أجتث سبع قرى وفي رواية 14 قرية فيقول لها ألك من حاجة يا إبراهيم القلب ما تعلق أنا أعرف اللي خلقك يعني أنت الآن عندك ستمائة جناح وكبير أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوة أنا ما أتعلق قلبي بأحد عشان كذا قال أما منك فلا أنا أعرف واحد أقوى منك لو قلتك ساعدني وربي ما أراد يعرف عبد المملوكا لا يقدر على شي ويعرف هل يستوياني مثلا يعرف من يطلب فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عزل أبدا فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم حسبي الله يقول لنا بسلام البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله لكن حسبي الله ما للا الله لا حسبي الله ونعم يقول الله أنه نعم ربي أنا أعرف منك قال حسبي الله ونعم الوكيل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها من اللي يتكلم معه آزر والد إبراهيم أول ما رأى إبراهيم طلع بين هاللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء وطلع منها إبراهيم ولا في شي قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك إيه والله ونعم بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل ليش تقولها كذا تقدر يا شيخ عالم تقول أنا والله ما عرف للملك عبد الله بس والله ما عرف له لا تقول عرف الملك عبد الله طيب ليش نقول ما عنده إلا الله والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك أنت فقير لهم ولا فقير لي أنت فقير لمن هذا التوحيد لكن من هو شيخ لي يقول الكلام هذا ويسويه هي القضية هنا اليوم أقراها والله في الجامعة أقول سبحان الله في صورة الكهف يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال يعني 13 عمرهم سنة وطالعين شف أغنية هم أول ما أطلعوا قالوا ربنا آتنا من لدونك رحمة نحن لا لا مسكن ولا بيت ولا يدرون ويروحون ناس مطادين يذبحونهم ما في شي يعني آتنا من لدونك رحمة وهيئ لنا والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعوننا ولا بيصلبون ما ندري لكن والله طلعنا لك ربنا آتنا من لدونك رحمة وهيئ لنا أنت اللي وحدك سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدة الآن يا شيخي هم وين هم؟ في الكهف فسبحان الله أنت لو بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان آخر مكان بتحطهم فيه الكهف ليش؟ لأن ما له باب يعني هذه مصيبة أصلاً يعني الكهف خطر وشف الله عظيم إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينة يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلاله يطلع يعلمك كنت فتقت بمن؟ فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب لازم ليش؟ أقول لك ليش يا شيخ عادل حضرتهم عشان يطمئنون عشان يطمئنون وبالذات عشان إذا ناموا ما حيدخل عليهم هم نايمين الله عظيم يقول أنه بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينومون واللي يقدر يجيهم يجيهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فضربنا على آذانهم شوف وإن مشكلة عندنا يا شيخ عادل لنا نجي نقول يا رب مثلا وعطني هالقضية أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها يا أخي أنت شتخبك طريقة هذه إن طلبت أبغى هالأمر ما هي شغلك شغل الله عزيزي يا سلام القضية ما هي وهذا مشكلتنا الحين يا أم ما توكلنا على الله ولا قلنا بنتوكل على الله بس أننا ما نبغاها كذا يا رب أننا نبغاها تصير كذا أجل أنت يعني ما عدت فقير أنت غيج سوهات بنفسك كيفك أي نعم عشان كذا ما معنى التوكل التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح أنا قاعد أسعى وأقدم وظيفة وأسوي لكن ما أندل أحد قدمت صح الوظيفة لك قدمت معروضة عندك لكن والله ما تعلقت فيك وقدر أنك مسكينا إذا ما أمرك ربي ما في مشيها يعني 13 معروضة يقدمون يقبل منها 2 والله والله أن 2 دولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على آذانهم يعني مفروض تقومهم أكثر تقول لا تنومون وانتبهوا خلوا واحد عندكم قائم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاء يعلمكم لا فيقول الله نومكم كله يعني جعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا البشرية وكيف يعني نايمين على الأقل ما أحط لكم واحد الباب لجاء قومكم لا اللي عافظهم رب العالمين لأجل هذا قال الله عزل إنهم فتيتون آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا مو قالوا فقاموا نقول الله يهدينا بس ما نسوي شي لا هو لازم أن تسوي بعدين تقوم الآن ما الذي صار يا شيخ عادل قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم يا رب انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقة ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقة وترى الشمسة بدأت ومن نشرة الرحمة وين نشرت الرحمة في بيوتنا من مننا دعا في بيتي يا رب انشر لي من رحمتك والأهلي وهيئ لنا من أمرنا مرفقة فلما نشير في الكهف لن أخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجساء يا شيخ وترى الشمسة أنتوا تنور على الناس في الكهف بجم الملمبة سراج هذه الشمس إيه إذا ابتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذاته صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها لا إله إلا الله الكهف هذا في الجبل له معية خاصة في واحد أمرها تفعل الشيء لا إله إلا الله سبحانه جل فيه فقال الله عزيز تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالم فقط فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدها ضايع يدول المرشدين من الفقر رضاولي ما أحد قال لك لا تشاور ولا تستخير لكن قلبك وين وكل واحد يعرف نفسه يعني قلبك هو أول من أول ما تجيك مصيب الشرع أول ما تجيك جاءك خبر الآن فيه مشكلة فيه حادث من أول واحد الواجب لله أيها لكن هل هذا هو الواقع؟ لا لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر بس شيخ بالعسل وقصص كثيرة بس نتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام نقول الله للمشاهدين نحن نعلقهم بالله عز وجل جتكم مشكلة جتكم مصيبة حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي هل المريض المقعد أحسن مني حال؟ وأنا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين أو بالناس حينما أشاهد المقعد أقول الله يعينه مسكي قلبونه ميرجعوني سال لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافى؟ أحسن منك في إيش هذا السؤال نجاوب من القرآن في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل وأغنى فقير حقيقي نسخة تابع يناي شيخ تلق القضية من قضية أجساد وعيقة أجساد تحركك القضية قضية قلبك هذا وينه؟ قد تكون مقعد القضية مقعد لكذا الله سبحانه لا ينظر لي أجسادكم ولا أجساركم ولا يمكنك تحركك واحد لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان ولكن ينظر إلى قلوبكم ينظر لي إذا جدتك المصيبة تعلق بمن؟ ينظر الله عز وجل وين تدعي قلبك وينه؟ أدعي الله هنا قلبي متعلق ب مثل ما جاء في الأثر إسرائيلي وعقل نبيع السلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لما رأى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله فقال يا ربي لأن هذا يدعوني يعطيته يا ربي وأنت رب العالمين أعظم يعني ما في أكرم منك يا ربي هذا الرجل يدعوك يعني وقت طويل وما أعطيته قال الله عز وجل أوحى إلى موسى يا موسى إنك لا تدري إنه يدعوني وقلبه مع غيري يدعيني ويقول يا رب وقلبه هل أبو عبدالله بيوقعني لقهار الترجية ولا لا عرفت عليه شيخنا؟ فهنا هذه القضية عشان كذا أحسب الناس وأن يقول وآمنا وهم لا يفتنون يقول والله لا أخليك مثل ما جتها النملها وخليت النمل يقربون من عندها لأن تنافضت في ناس لا هادي عشان كذا عجل معلسة في الشيخ المحسين وصراحة يا أخوان كلنا فاشلين يجمع الشهوات عشان كذا الله عجل مو كلنا في الجملة لأن الله عجل يقول أكثر ناس إذا كان هذه مصائب وغصب علينا ورحنا للناس عشان يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه لله عز وجل عشان كذا عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجدث ثجاهك لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف أصحاب الكهف ولا اللي يلحقونهم من اللي يلحقونهم وجهة نظري إذا كان هناك نتيجة شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها قال لو اطلعت عليهم شفت كيف من اللي خايف الحين شوف يعني أنت لا تصور بعقلك الصغير أنت تائج هذا عقل الصغير وقدرة الله نعم هذا العقل الصغير الفقير للناس أما الفقير لله عز وجل يعلم أنك ما فيه يدك شيء الأمر كله لله عز وجل ما عندك عشان كذا الناس الآن الأصحاب الكهف خايفين بس تعلقوا بمن؟ بواحد تعلقوا بالله عز وجل فنومهم خطير الوضع هذا نايمين يعني سهل تقبض عليهم وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم وخل اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارة ولا ملئت وفي قراءة لو ملئت منهم رعبة فالله قادر يخليك اللي أنت خايف منهم يخافهم منك لكن أنت وين تعلقت فيه؟ اتعلقت بشر شكواك بالطول وأنقضيتك بالطول والله ما بتحصلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ترجمة نانسي قنقر